موسيقى السلام عليكم مشاهدين الكرام مرحبا بكم لمتابعة نشرة أخبار منتصف الليل من تونس ونبدأها بعنوين أبرز ما فيها علم الشيشي وأعضاء حكومته ويدون اليمين الدستورية ورئيس الجمهورية يتهم أطرافا بالإدعاء والإفتراء عليه بخصوص تأويل الدستور خلال مسار تشكيل الحكومة موسيقى اللجنة الوطنية لمجابهة كورونا تدعو إلى الالتزام بقواعد الوقاية الضرورية والتلقيح ضد النزلة الموسمية لتطويق انتشار الفيروس موسيقى في ظل ما تشهده المصالح البلدية من اكتظار خاصة بمصالح الحالة المدنية المواطن يشتكي بطء الخدمات وتعطل مصالحه موسيقى تطبيقا لأحكام الفصل التاسع والثمانين من الدستور وبعد يوم على منحها ثقة في مجلس نواب الشعب أدى أعضاء الحكومة الجديدة ورئيسها هشام الشيشي اليمين الدستوري أمام رئيس الجمهورية في قصر قرطاج وهو الذي ألقى كلمة بالمناسبة أكد فيها حجم التحديات التي سيتواجهها الحكومة وتمنيا لها النجاح في مهامها أدى أعضاء الحكومة الجدد اليمين الدستوري أمام رئيس الجمهورية قيس سعيد بقصر قرطاج وهم 25 وزيرا وثلاثة كتاب دولة يتقدمهم رئيس الحكومة هشام المشيشي أقسم بالله العظيم أن أعمل بإخلاص لخير تونس وأن أحترم دستورها وتشريعها وأن أرعى مصالحها وأن ألتزم بالولاء لها وبعد إشرافه على موكب أداء اليمين الدستورية للحكومة الجديدة ألقى رئيس الجمهورية قيس سعيد كلمة بالمناسبة تمنى فيها نجاح للحكومة الجديدة في ذل ظروف داخلية وإقليمية وعالمية وصفها بشديدة التعقيد وفي ذل صعوبات طبيعية وأخرى مصطنعة تم افتعالها قال إن هذا ليس مجالا للحديث عنها رغم ما يحد الجميع من شوق لمعرفتها وفق تعبيره جلسة من حثق للحكومة الجديدة يقول رئيس الجمهورية إنه تابع أشغالها وساءه بعض ما جاء فيها تابعت من أصدع بالحق ولم يتردد في كلمة الحق وتابعت أيضا من كذب وادعى وافترى وما أكثر المفترين في هذه الأيام ويؤكد رئيس الجمهورية أنه احترم النظام والدستور والمؤسسات والمقامات رغم أن البعض لا يستحق هكذا احترام وفق تعبيره لافتا إلى أنه لا أحد فوق القانون وأنه واهم من يقدر على شراء الذمام بالأموال ولن أتسامح مع أي كان افترى وكذبه وأكثر من هذا فتح دارا للفتوى ليفتيه في الدستور ويتحدثه عن ترقيبة جديدة للحكومة وعن مشاورات تشكيل الحكومة يؤكد رئيس الجمهورية أنه لا شيء ينزم في الدستور بأن تكون مباشرة مذيفا أنه فضل أن تكون مكتوبة حتى تكون حجة على من قال إنهم احترفوا الكذب والافتراء ولمن يقول ماذا فعل رئيس الجمهورية ماذا فعلتم أنتم في الأيام الماضية وفي الأشهر الماضية باستثناء المشاورات بالليل وتحت جنح الظلام وأعلم ما قيل فيها وأعلم الصفقات التي تم إبرمها سأأتي اليوم لأتحدثه بكل صراحة عن الخيانات وعن الاندساسات وعن الغدر وعن الوعود الكاذبة وعن الارتماء في أحضان الصهيونية والاستعمار أمنى أن نقف جبة واحدة في مواجهة الكثيرين من الخونة ويوضح رئيس الجمهورية ملتبس على البعض حول تكليف هشام المشيشي يقال وزير أول ما تذكروا كاتب الدولة للرئاسة رئيس الحكومة هو رئيس الحكومة أنا الذي اقترحته نحن في ظل دستور حريصون على احترامه وكانت حكومة هشام المشيشي قد حصلت على ثقة البرلمان بمائة وأربعة وثلاثين صوتا مقابل سبعة وستين معارض لها ودون احتفاظ ومن المنتظر أن ينتظم اليوم الخميس بدر الضياف بقرطاج موكب تسليم وتسلم المهام بين رئيس حكومة تصريف الأعمال ألياس الفخفاخ ورئيس الحكومة الجديد هشام الشيشي حكومة الكفاءة الجديدة برئاسة وزيرة الداخلية السابق وخريج المدرسة الوطنية للإدارة بسترسبورغ هشام المشيشي ضمت 28 وزيرا وكاتب دولة من بينهم سبع نساء ويتولى في هذه الحكومة حقبة الدفاع إبراهيم البرتاجي أستاذ القانون العام والقانون الإدارية فيما يشرف توفيق شرف الدين على وزارة الداخلية وهو محامل لدى التحقيب لم يعرف في الأوسط الحسبية أما وزارة العادل فيشرف عليها محمد بوستة وهو قاض وكان الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف ببنزرت حكومة المشيشي ضمت عديد الوزراء السابقين أولهم وزير شؤون الخارجية والهجرة والتونسين بالخارج عثمان الجرندي الذي تولى الحقيبة ذاتها في حكومة علي العريض كما عاد إلى وزارة شؤون الاجتماعية محمد ترابلسي فيما عاد محمد الفاضل كريم لتولي وزارة تكنولوجيا الاتصال وهو متخرج من المدرسة العلية للاتصالات بباريس وزير الشؤون الدينية أحمد عبد بقي بدوره على رأس الوزارة بعد أن كان رئيسا لعدد من المحاكم ووزيرا لأملاك الدولة والشؤون العقرية أما ثرياج ريبي فقد انتقلت من خطة وزيرة العدل في الحكومة المستقلة إلى الوزيرة المعتمدة لدى رئيس الحكومة مكلفة بالعلاقة مع الهيئات الدستورية كما عاد علي الحفص لخطة الوزير المكلف لدى رئيس الحكومة بالعلاقة مع مجلس النواب وهو أمين عام سابق لحزب نداء تونس فيما تتولى عقص البحر حقيبة الفلحة والموارد المائية والصيد البحري وهي مهندسة عملت في البنك الإفريقي للتنمية وكانت كاتبة دولة مكلفة بالموارد المائية الحكومة الجديدة وضمن هيكلتها اعتمدت على عدة أقطاب اختير للإشراف على الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار فيها وهو خبير في المجال البنكي والمالية وزارة الصناعة والطاقة والمناجم تتولى هاسل وصغير وهي مختصة في المجال البنكي تولت إدارة الخطوط التونسية وعددا من المنشآت العمومية وزير التجارة وتنمية الصادرات محمد بوسعيد هو خريج المدرسة الوطنية للإدارة وتولى مسئولية الإدارة في عدد من المنشآت العمومية تم أيضا إدماج الشباب والرياضة مع التكوين المهني لتصبح وزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني ويتولى هذه الحقيبة كمال دقيش خبير في المجال الأعمال والقانون الرياضي ألفى بن عودة وزيرة التعليم العالي وهي رئيسة جامعة قرطار ومتحصلة على الدكتورة في التصرف وزيرة تربية فاتح سلاوتي سيراء أيضا جامعة تونس المنار وهو متحصل على الدكتورة في الاقتصاد معشق شوق هو أيضا متحصل على الدكتورة في الرياضية التطبيقية عامل مديرا عاما للبريد التونسي والشركة تونسية للإنترنت ومديرا عاما مساعدا في منظمة اليونسكو قبل تكليبه بوزارة النقل واللوجيستيك حقيبة الشؤون المحلية والبيئة يتولها مصفى العروي وهو مهندس عام كان مديرا عاما بوزارة البيئة أما وزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية فيتحملها كمال الدوخ وكان مديرا جهويا للتجهيز في عدد من الولايات وزيرة أملاك الدولة وشؤون العقرية ليلة جفال هي من سلك القضاة وكانت الرئيس الأولى لمحكمة الاستئناف أما وزير الصحة فهو فوزي المهدي وهو أستاذ مبرز استشفائي في اختصاص الطب الوقائي وزارة شؤون ثقافية في حكومة المشيشي يرأسها وليد زيدي وهو مختص في الألسونية كما أنه أول كفيف يتحصل على درجة الدكتورة في تونس وزير السياحة الحبيب عمار هو خريج المدرسة الوطنية للإدارة وعمل مديرا عاما لديوان الوطني التونسي للسياحة أما وزارة المرأة والأسرة وكبار السن فتديرها إيمال الزهواني وهي مسيرة لعدد من الإدارات في عدد من الوزارات كما كانت ملسقة مشروع بمنظمة العمل الأدولية الحكومة الحالية ضمت أيضا عضو الهيئة العليا للانتخابات حسن بن سليمان الوزير المكلف بالوظيفة العمومية كما تضم هذه الحكومة ثلاثة كتب دولة وهم محمد علي النفطي كاتب دولة لدى وزير الخارجي وكان سفير لتونس لدى كوريا الجنوبية واخلي الاشتور كاتب دولة لدى وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار وكان كاتبا عاما للحكومة ورئيسا لديوان وزير المالية إلى جانبي كاتبة الدولة لدى وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني سهام العيدي وهي الصحفية أشرفت على قسم الرياضة في الإذاعة الوطنية ورئيسة لجنة المرأة والمساواة بالنادي الدولي للإعلام الرياضي أدى عماد بخريس رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد مساء الأربعاء اليمين أمام رئيس الجمهورية قيس سعيد وكان مجلس الوزراء المنعقد يوم الرابع والعشرين من أوت المنقضي قرر إعفاء شوق الطبيب من مهمه رئيسا للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وتعويذه بالقاضي عماد بخريس وهو قاضي رطبة ثالثة ومدعي عام بمحكمة التعقيم تم خلال ندرة الصحفية للجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا تأكد دقة المرحلة وضرورة الالتزام بقواعد الوقاية والتلقيح ضد النزلة الموسمية في ظل ارتفاع حالات الإصابة والعدوى بفيروس كورونا جدية يزب أن نخذها على محمل الجد وره نجم توق الفيروس إذا كان نتبع مختلف التوصيات الموجودة ومتاحة للناس الكل الالتزام بقواعد الوقاية الضرورية لتتويق انتشار فيروس كورونا الذي ثبت أنه ينتشر عالميا بسرعة كبيرة وفي الفصول الأربعة من أوكدي توصيات المشاركين في الندوة الصحفية اليوم للجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا المتعلقة بتقديم آخر مستجدات تطور الوضع الوبائي وطنيا خاصية جديدة للفيروس هذا يدخل في بعد فتح الحدود يدخل في عدة قطاعات كما قطاع صناعة في عدة مصانع عنا حاليا ديف ويأكتف حلقات عدوى اللي قاعدين تويقا قوموا بعملية التقصي الميداني امتاحها وما زالت ما كملتش عملية التقصي هذه واليوم بحلول فصل الخريف موسمي نشاط الفيروسات المرتبطة بالنزلة الموسمية وتزامنها مع نشاط الكوفيد 19 بات الاحتياط واجبا حسب أعضاء اللجنة خاصة بالنسبة للأشخاص الأكثر عرضا للعدوى من كبار السن ومن يعانون أمراضا مزمنة خاصة في ذل التشابه الكبير بين أعراض مختلف هذه الفيروسات وما قد ينجر عن ارتفاع حالات الإصابة تردو بيننا راهو التلقيه على النزلة الموسمية نحب جاتير فوتراتونشون راهو مهم برشة علاش الخاطر يعاون الطبيب كما قلنا راهو يمكن نفس الأعراض اللي جي من الكورونا وجي من الجريب إذ كان أنا ملقح فالاحتمال متاع الإصابة متاعي بالنزلة الموسمية يكون احتمال ضئي البرشة وذلك علاش بيش يسهل علينا التشخيص ويسهل زادة كيف كيف على المواطن باش ميقولش أنا عملنا تيست أنا ما عملناش تيست إلى غير ذلك المشكلة الكبيرة إن إذا كان يوليوا عنا عدد حالات يفوق القدرة باش نتكفلوا بيهم وحتى يفوق القدرة امتاع للابغة واغمتاعنا باش يقوموا بالتحاليل المخبرية باش تولي عنا يمكن العدوى من نفطنوش بيها وزيد ترتفع يلزمنا في الفترة هذه اللي مزان ما فيهاش دواء ولي مزان ما فيهاش تلقيح نكملوا نواصلوا الوسائل الوقائية اللي زميلة نساف بن حليا تعاود فيها وتقول كل يوم وللإشارة تطلق وزارة الصحة نهاية الشهر الجاري حملة تحسيسية للتلقيح ضد النزلة الموسمية في ذل انتشار فيروس كورونا مع توفير التلقيح في الصيدليات الخاصة وبأسعار معقولة وفي هذا الايطار ايضا افادت وزارة الصحة هذا المساء انه تم بتاريخ الاول من سبتمبر الجاري تسجيل 233 حالة اصابة جديدة بفيروس كوبيد 19 موزعة كتالي مائة مائتان وخمس وعشرون حالة محلية وثماني حالات وافدة واربعة وثلاثون تحليلا ايجابيا لحالات سابقة لا تزال حاملة الفيروس مع اقتراب العودة المدرسية والجامعية التي تتزامن مع انتشار فيروس كورونا تشهد الدوائر البلدية في مختلف جهة البلاد ابتظاظا خاصة بمصالح الحالة المدنية والتعريف بالامضاء ما اثار تضمر المواطنين ببطء الخدمات البلدية وتعطيل مصالحهم هو مسن في العقد السابع من عمره توجه الى بلدية اريانا لقضاء شؤونه الادارية لكنه فوجئ بمنعه من الدخول نظرا لارتفاع حرارته الى حدود 40 درجة قيس الحرارة والتجميع المواطنين خارج الادارات واستقبل عدد منهم في كل حين اجراءات للتوقم فيروس كورونا تم فرضها في البلديات تزامنا مع تحذيرات وثائق العودة المدرسية والجامعية زادت من تذمر المواطنين بخصوص الخدمات البلدية كيف يرادكم جايين ولا وعملوا لحمر وعملوا قيس سخانة ما كانتش موجودة قشي واحد يطلع في المضامية والمضمون يبقى فيه 4 ساعة و 4 درجة كيفاش البشر يجي 7 ونص يطلع مضمون فيه 11 ونص ومتطلع شو سخانة سنفا نورمال لأنه ليس مقاعدين يخدم شدين الصفاك تشوف بلدين تسخانة ما ستمتع صباح واحد شددت بارة ثمانية ونص مضمون أخذر توقع قريب العشرة وخلال تبلغنا رؤساء الدوائل البلدية بكل من العمران الأعلى وحي الخضرة وأريانا بمشاغل المواطنين أفادوا جميعا أن هذه الفترة من كل سنة تشهد اكتظاظا خاصة بمصالح الحالة المدنية والتعريف بالأمذار نافين بطأ الخدماتية بمصالحهم الاكتظاظ الموجود هنا برشا وعنا الأعوان ليس موجودين بكثرة تعرف أنت طوى اشترهم يخرجوا كونجيات وكل ورغم هذا قاعدين يسرعوا في المواطنين وتنجبوا وتقبض وتشوفوا وحدكم المواطنين غاية لا تدرك مشكلة ليس في الموظف ليس دفاع على الموظف لكن أنا كي نلقى موظف في يوم يعمل 400 مضمون بينما نمشي لدوائر أخرى نلقاها تعمل في 150 هذه المشكلة في المواطن اللي هو مركز على حياة الخضرة اللي الله غالب هي منطقة عبور وهي امتداد كبير زيدا أكبر ما امدير على مستوى يعني المؤسسات والإدارات باش نحاولوا نتلفاه هذين أو نقلوا من حدة هذا الاكتباد وبالتالي ينعكس على الخدمات المقدمة للمواطن رجعنا كافة الأعوان من الرقصة سنوية متاحهم دعمنا إدارة الدائرة بزوز أعوان استقبال إضافيين وحارس باش ينجموا وينظموا المواطنين البرا رغم صعوبة هذه العملية وخاصة احترام مسافة التباعد الجسدي وفي متابعتنا لمدى التزيم المواطنين بتطبيق البروتوكول الصحي رصدت عدسة الكاميرا أمام البلديات خاصة منها الدائرة البلدية بأريانا تجمعات لمواطنين غير ملتزمين بمسافة التباعد الجسدي رغم فرضه من قبل أعوان التنظيم فيما خيرت الدائرة البلدية بالعمران الأعلى الاستعانة بالمجتمع المدني لتنظيم الصفوف حسب ما تقتضيه المرحلة ومتابعة لآخر مستجدات الوضع الوبائي في العالم جراء تفشي فيروس كورونا المستجد أعلنت السلطات الصحية الفرنسية تسجيل ما يزيد عن سبعة آلاف حالة إصابة مؤكدة جديدة بهذا الفيروس أمس الأربعة مع ارتفاع أيضا في عدد الوفيات أما في الولايات المتحدة الأمريكية فقد تجاوزت الإصابات ستة ملايين حالة كما تخطط الوفيات فيها بهذا الوباء مائة واربعة وثمانين ألفا وفي بريطانيا كذلك تم تسجيل أكثر من 1500 إصابة جديدة بفيروس كورونا أما قطر فقد أعلنت تسجيل مائتين واثنة عشرة حالة إصابة جديدة في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة هذا وكانت منظمة الصحة العالمية قد دعت الحكومات إلى التحاول مع الأشخاص الذين يتظاهرون ضد وضع الكمامات وتذكيرهم بأن الفيروس حقيقي وقاتل قالت مبوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا بالإنابة على الأربعاء إن الدائمين الأجانباء لطرفي الحرب الأهلية يساعدونهما على التكديس السلاح فانتهاكا لحظر الأسلحة في وقت بدأ فيه وباء فيروس كورونا المستجد يخرج عن السيطرة في البلاد قالت المسؤولة الأممية لمجلس الأمن الدولي إن نحو سبعين رحلة أمداد هبتت في المطارات الشرقية دعما لقوات شرق ليبيا فيما نقلت ثلاثون رحلة جوية وتسع سفر شحن مواد إلى غرب ليبيا لمساعدة حكومة الوفاق إلا أن المبوثة الأممية لم تذكر أسماء الدول الظالعة في الأمر خلال زيارة رسمية للعراق قادما من لبنان وفي سياق ما أسمه دعم مسيرة السيادة في البلد بالتعاون معلوم المتحدة حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل مكرون من أن التدخلات الخارجية في العراق يمكن أن تضعف الدولة مؤكدا أن فرنسا تدعم مشروع تحقيق السيادة العراقية الذي تقوده الحكومة وأن العراق يمتلك إرادة إصلاح واضحة وأشار الرئيس الفرنسي لأن بلاده ستعمل إلى جانب العراق في إطار التحالف الدولي لضمان تحقيق أمنه وسيادته ومن جهته قال الرئيس العراقي برهم صالح ليجب أن يكون العراق ساحة للصراع بين آخرين من أخبار الرياضة الآن تأهلت لعبة كرة المضربة التونسية أنس جابر للدور الثاني من بطولة الولايات المتحدة الأمريكية المفتوحة إثر تغلبها على البولندية كاترزينا كاو بمجموعتين دون مقابل وستلاقي أنس جابر في الدور الثاني كايا كاتيبي من أستوريا إذن بالرياضة نكون قد وصلنا إلى ناية النشر وذكركم بعنوين أبرز مجاء فيها المشيشي وأعضاء حكومته دون اليمين الدستورية ورئيس الجمهورية يتهم أطرافا بالإدعاء والإفتراء عليه بخصوص تأويل الدستور خلال مصاري تشكيل الحكومة النجلة الوطنية لمجابهة كورونا تدعو إلى الالتزام بقواعد الوقاية الضرورية والتلقيح لدى النزلة الموسمية لتطويق انتشار الفيروس في ظل ما تشهده المصالح البلدية من اكتظار خاصة بمصالح الحالة المدنية المواطن يشتكي بطء الخدمات وتعطل مصالحه شكرا لكم مشاهدين الكرام على المتابعة والاهتمام في أمان الله اشتركوا في القناة